نتكلم مع حضراتكم على عقود الرعاية بشكل عام بما ان احنا النهاردة وقعنا تالت عقود الرعاية للنادي الاهلي مع شركة جيالسي والحقيقة في الكلام ده انا عندي تلات نقاط مش هخص بيهم الحقيقة جماهير النادي الاهلي بس انا بخص بيهم جماهير الكورة بشكل خاص في مصر وجماهير الرياضة المصرية بشكل عام المهم جدا نفهم ايه هو المبدأ او الكونسلت اللي وراء فكرة الرعاية اي راعي في الدنيا بيدور على معايير معينة في البراند في الاسم اللي هيرتبط به اسمه يرتبط نمرة واحد بمنظومة حط تحت كلمة منظومة دي منظومة نجحة عشان بالتأكيد هو بيبحث عن النجاح يعني مفيش راعي في الدنيا ممكن يرتبط باسم سائل سمعة لانه اكيد هينوبه من الحب جانب زي ما بيقوله مهم جدا انك انت تتطبط باسم ناجح ومفيش كيان على مستوى الرياضة في مصر وفي الوطن العربي وفي افريقيا ناجح زي النادي الاهلي مقاييس هنا مش بالحب والكرهية المقاييس هنا علمية مقاييس هنا مرتبطة بارقام وانا لما وقعنا العقد الاول مع اتصالات مصر اللي بيتابع السادسة عارف كويس جدا في الحلقة دي عملنا مقارنة سريعة وقلنا ليه الاهلي نادي عالمي وقارنت مزارية النادي الاهلي باندها كبيرة جاندها على مية زي ليفر بول وزي الميلان وزي الانتر وزي اليوفي وزي الريال وقلت لكم من النادي الاهلي رغم الفوارق الكبيرة في مصادر الدخل فوارق هائلة يعني مش هتكلم على البس التليفزيوني ومش هتكلم على العوائد من المشاركة في البطولات المحلية ولا العوائد من المشاركة في العوائد مش بالضرورة الوصول لمنصب البطل او التتويج بالبطولة بس مجرد انك تشارك في اوروبا ومقارنتها بالعوائد لما تكسب بطولة هنا في مصر ولا في افريقيا عاملة ازاي شتان الفارق ميت سنة ضوئية والحضور الجماهيري في المدرات كل دي حاجات لأسف شديد جدا علامات فارق لو اتيحت للنادي الاهلي جزء بس بسيط منها شوفوا ارقام تانية خالص ورغم ذلك الاهلي بيتفوق على اندية زي اليوفانتس وزي الانتر في الميزانيات فالارقام لا تجذب ولا تتجمل نقطة تانية ودي نقطة في منتعة الاهمية هي فكرة انه مش بس النجاح مهم جدا منظومة نجحة ومهم جدا كمان فكرة الجماهيرية والشعبية يعني لا يكفي فقط انك انت تكون بتكسب بطولة هنا ولا بتكسب بطولة هناك لا ده انت بتتكلم كمان على انك انت عندك شعبية وجماهيرية تركمت على مدار عشرات السنوات 115 سنة مشوار نجح اكاد اشك انه في نادي على وجه الكوكب استمر في مشوار النجاح كل الكبار بيسقطه كل الكبار بيتعثره وممكن يرجعوا تاني وممكن ميرجعوش وفيه اندية كبيرة جدا كانت عملاقة في يوم الايام والنهاردة في طاي النسيان فبالتالي انت بتكلم على مشوار تراكمي بقى له اكتر من 115 سنة مشوار نجاح دي حاجة فريدة مش ممكن ابدا انها تتكرر نقطة التالتة دي تتاخد في الاعتبار انه فكرة الرعاية هي ترجمة حقيقية لطموح جماهير نادي الاهل الراغبة في الصدارة والراغبة في منصات التتويج في كل الرياضيات نادي الاهلي ليس نادي لكرة القدم واذا كان النادي الاهلي نادي لرياضة كرة القدم فقط لغير زي كتير من عمال كرة القدم في العالم برضو كانت النتيجة والصورة هتبقى مغيرة تماما النسخة النقطة التالتة والاخيرة نقطة التالتة ودي نقطة في منتهى الاهماية لانه لأحيان في ناس اقل ما يقال عنهم انه هم اصحاب فكر سازج اياك ثم اياك ثم اياك ان تتحدى او تستفز جماهير النادي الاهلي لانه للأسف الشديد يعني في بعض سميها تصريحات غير المسؤولة او المبادرات مش عارف سميها تحت سياق ايه او اطار ايه ناس بتدعو لمقاطعة رعاة النادي الاهلي انت بتتحدى مين وبترهن على ايه انت عارف دعوة زي دي لو احنا تبنناها في قناة النادي الاهلي او احنا تكلمنا فكرة او وجهنا دعوة الجمهور الاهلي بمقاطعة الشركات الرعاية للفرق المنافسة ممكن نتيجتها تكون ايه ممكن تأثيرها على حجم الرعاية في سوق الرياضة المصرية ممكن يكون عامل ازاي بتتكلمه باي عقل وباي منطق عشان وقتنا وعندنا كلام كتير ولسه عقول الرعاية هتتوالى ولسه الدربات والنجاحات هتتوالى اشتركوا في القناة